سنعمل بهذا الفيديو مثل كيف انا بكتب الاكوازيون لرياكسون ديستيرفيكاسون هلا اكيد انا لما بدي احكي عن هذه الاكوازيون بدي اذكركم هي كيف تصير فعليا انا بكون عندي اسيد كاربوكسيليك مع الكول ليعطوني استير بلس او لازم اول شي اكتب الاسيد كاربوكسيليك لهيين على حالي لو حط لكم يوم الامتحان الكول بلس اسيد كاربوكسيليك انتو وعدو الورقة حطوا الاسيد كاربوكسيليك بالاول جاوي حط الالكول بتاخذوا الوح من الأسيد كاربوكسيليك تاخذوا اله من الالكول مع بعض بتعطوني conc employers برجوا الى الباقي بلش انقل من الأسيد كاربوكسيليك شو بيقع عندي ر س او Syn üst بيجو بوصلها على هيد الأو بشوف الأو على شو موصولي على أعر بريم بكتبها هيده هو الأستر الان كيف فعليا من خلال اكزامل رح نشوف سواء بهيدا السل اول شي انا بدي اتاكد أنه كانت بأول شيء الأسيد كاربوكسيليك بالأول سأشتر واسي ووه هيدا الأسيد كاربوكسيليك اللي بيميزه الكاربوكسيل بدي أخذ منه هيدا الوه هيدا الألكول اللي بيميزه هو هيدا الوه الجروب إدروكسيل بدي أخذ منه الوه اش ووه هيعطيني هون الوه هلأ أكيد أنا فيني حط ونتبهوا كمان لشغلة كتير مهمة بس بكنت كتبوا هاي بتحطوها دون دي سانس يعني بتحطوها هايك الفلش تمام يعني مش بتحطوها بسانس واحد هلأ هي بسانس آه عادة أكتر من السانس لأنه عم بحكي عن أستر فيكاسو شو معا الأش دوزو حيكون عندي أستر الأستر حيكتبو تحت لأنه ما رح يساع معي هون كيف ببلش أكتبو ببلش أنقل من الأسيد كاربوكسيليك يعني أنا عندي أول شيء سأش تروى جي بحط هوني سأش تروى هيد السأش تروى موصولة على سأو بنقل سأو هاي القوب هاش بطل إلي علاقة فيها راحة مع الأش دوزو مع صارت هون بيجي بنقل من هون بكافي قوب بحط هوني شو القوب شو فيه على جنبة فيه على جنبة س أش دو وفيه على جنبة السأش دو سأش دو سأش دو سأش تروى فأنا هوني بدي أكتبو هوني ليزان سأش دو بعدين بعدين هايدا أول إكسامل إذا قال لي مثلا حاطيلي اللي جروف فونكسونال اللي موجود بالأستير هيدا هو اللي جروف فونكسونال وهيدا شو اسمه اسمه أستير اللي جروف فونكسونال بعد ما علمت كن كيف تسمو الأستير كله سوى رح نرجع نتعلمه من فيديو لحال هيدا إكسامل تاني عن ريكسون تستيرفيكاسيون شو حاطتلي هون هيدا الألكول لأنه فيه الو اش ودايما عم علم السيل اللي حامل الو اش لأنه بس اكتب او بدي اكتب ضغر السيل اللي حامل الو يعني مثل ما هون كتبت الو حمل حطيت السي هاي برجع بكفل بي هون نفس الشي وحاطتلي أسيد كربوكسيليك هلأ هوا حاطتلي هون كيف بالقلب أنا ما بدي هون هيك بدي حط أول شي الأسيد كربوكسيليك بعدين بحط الألكول يعني فيني ارجع اجي على جنب هون بحط سي أش تروى سي وقو أش بعدا هلأ إن كانت سو أش هاك أو سو أش مفصلة ما بيأثر مهم أنا عندي سو أش بلوس هيدا الألكول بيجي فيني يكتبو مثلا بالطريقة اللي بديه فيني نقلو مثل ما هو كتب ليه فيني نقلو هيك سأش تروى سأش دو كرمال إذا نطرح معكم بالامتحان بشكل تاني يعني بعد السأش دو في عندي كمان سأش دو وبعدين شو في عندي بعدين في عندي هيدا الكربون اللي باللون الأحمر تمام هيدا السي موصول على سأش تروى وعلى شو موصول كمان عنده أش وققش يعني يمكن يجي بالامتحان هيك حد بعض أش وققش هلا هون أنا ما رح تسامعي كتير بس رح حاول زبطها لونك أش وققش يمكن يكون هيك شكل بالامتحان فأنتو أول شي بتعملو أكيد بدي حط الرياكسون بدي تكون رياكسون لي متى إذا بتحطوها توتال وتروح تلت تربية العلامة يعني لو كتبتو الأستر صح هلا بدي نحاول نكتبه سوى للأستر أنا بعرف إنه بدي أخذ أو أش من هون و بدي أخذ أش طبع الأو أش مش هاي الأش ما خصني فيها بدي أخذ الأش طبع الأو أش يعني هاي هون بدون يعطوني أش دوزو تمام مع الأش دوزو شو بدي يطلع عندي بلوس طلع عندي أستر كيف يكتب الأستر بلش من الأسيد كاربوكسيليك بنقلو يعني سي أش موصول على سي أو هاي سي أو بعدين بيجي لهون هيدا هون عم تصير اليازون هون عند الأكسجين بيجي بكتبوهون بعمل اليازون هيدا الأو محطوطة موصولة على هيدا السي أش ما خصني بالباقي هلأ موصولة على هيدا فأنا بدي أكتب دغري سي أش هلا بعدين شو بيجي بقول هيدا السي أش من هون عنده اليازون من هون عند اليازون يعني بدي حط اتنين اليازون وحدي 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 على تحت وبيجي بكتبوهون هاي السي أش من هون سي أش دي سي أش دي سي أش تروى بكتبا سي أش دي يعني أنتم بكنتكونوا لقطين السي أش هيدا وشايفين شو في عليها اليازون ما تضايقو هاي السي أش دي وهي دي السي أش تروى تمام برجع هاي السي أش اللي أنا كتبت هون هي نفسة هاي هاي هي نفسة هاي على شو موصولي من تانجة على سي أش تروى ما بدي انساها هاي السي أش تروى هاي دي صاري الأستر هلأ بالامتي حال بكونت تتأكدوا منهم أول شي انتم عم بتحطوا الأو بتكتبوا الأو بعدين بتحطوا السي لحام للأو بحطة بعدين بتأكد هو شو عامل اليزون لازم عدد الكربون بالأسيد كربوكسيليك زائد الألكول هو نفسه بالأستر يعني لايكم كان فيه كربون هون 1 2 3 4 5 6 7 لازم تحت يكون فيه عندي 7 1 2 3 4 5 6 7 يعني إذا إجاء لكم هو بالامتحان أنا عندي 7 كربون بقلب الأستر بدي أعرف أنه عدد الكربون بقلب الألكول مع الأسيد كربوكسيليك سوى بعدين هو بدلنا قد يكون فيه بالأسيد قد يكون بالألكول أو هو بيعطيني إياه هنا أساسا فهي بتكون طريقة المزبوطة طيب الإدروليز يعني أنا بدي أرجع رجع الأسيد كربوكسيليك والألكول يعني أنا عندي أستر هيدا الأستر بدي حطله ماء أكيد كمان مع شبريس وشلار لأرجع أحصل على أسيد كربوكسيليك هيدا أو أش مع الألكول اللي أنا حطيته هون هيدا الألكول بهيدا الحالة رياكسون كتير هينة شو بتجو بتعمل وبتاخدوا هيدا الأستر مش هيدا هو الأستر اللي كوه كان بالأساس س أو أو وموصول من الجهتين من هون عند اليزون من هون عند اليزون بيجي بإسمه من هون أو هون بإسمه من هون هيدا البرتي بعطيها أو أش شفته بحط حده أو أش بحصل من خلاله على الأسيد كربوكسيليك وهيدا اللي بيقى الأر بريم أو بعطيه أش هاي بعطيها أو أش هاي بعطيها أش بحصل على الألكول هلا رح أعطي أجزامبل مثلا إذا أنا عندي س أش تروى عندي هون س أش دو وعندي س مجرد ما قالت وين الأستار وين أستار بيجي بإسمه هون هلا بأكيد بلقمت حنش رح أقسمه ويجري هون على الورقة يعني بس أنا هدل لكم كيف بنقول هاي دول مثل ما هنة مسلا هاي طلع عندي عم بيكتبوا منتحت لأنه مرح يساو عندي فوق س أش تروى س أش دو س أو تونك هاي س أو هاي دي مش هون أسمتها بعطيها أو أش كون عملت الأسيد كاربوكسيليك زائد بيجي بنقول التاني مش هيدا الأو بدي أعطيه أش فيني إنه من هاي الجهة وفيني خليه منها يعني فيني حطو هايك أش أو وبنقول للبي هاي دا هو الألكول اللي أنا عندي اللي بدوية وفي يجي حدا يكتبوا هايك سأش تروى متنجه الأو أش ما في مشكل طوانك بكون أنا عملت رياكسون ديدرو ليس برياكسون لقبل أستريفكاسيون أنا كان في عندي أسيد كاربوكسيليك مع ألكول كنت عم بيخد أش من الأسيد كاربوكسيليك كنت عم بيخد الأش من الألكول عملون أش دوزو وإجمع الباقي بس بدي انتبه لما نجمعون أخد السي أو من هون أخد الأو من هون ويخط حد الأو دغر الكربون لهايدا اللي باللون الأحمر وشوف شو فيه على اليزون مثلا هون على بس هيدو لليزون فكنت اكتبون دغر حدو هون مثلا لاحظت إنه حطيت أول شي الأسيد كاربوكسيليك مع الألكول لاحظت إنه هيدا الكربون اللي حامل الأو أش أنا كتبت الأو هون هيدا الكربون كتبته موصول على اثنين ليزون من جهة لهون من جهة لهون حطيت اثنين ليزون ورجعت نقلتهم بالإدروليز بيصير بالعكس بحط أنا الأستير بإسمه بالنص بعطي أول ببارتي اللي هي سي أو بعطيها أو أش بحصل على الأسيد كاربوكسيليك وتاني ببارتي بعطيها الأش بحصل على الألكول نسبة لها هيدا ريكسيون هي ريفرسيبل وليمتة كتير محدودة أن بي لراندر بلي كمبلت ودونك أمليوري لراندمو ون اتلزون أي جران اكسيدو يعني إذا ألنا كيف أنا بدي حسن لراندمو لها هي كتير باطيقة كتير محدودة هيدا ريكسيون فيون يحط كمية الماء كتير عالية فبتروح بالسانس 1 ريكسيون هاي واحدة من الطرق لأنا زيد راندمو هيدول فيكن انتو بكل دورة مارق مارق في عنكن أستيرفيكاسيون مارق انو انتو تكتبوا الأستير فيكن بالشو تتدربوا عليهم كونو عم تحلوا دورات أو حتى تفتحوا الأسئلة أي أسئلة أياجية تاخد الأستير اللي موجودة عنكن تحاولوا تصنعوا أو تحاولوا تعملوا له إدروليز إدروليز بهذه الطريقة أو مثلا تاخدوا الأسيد كاربوكسكسيليك مع الألكول وتعملوا لأستيرفيكاسيون وتكتبوا الأستير مع الماء هاي كل ما تدربتوا أسرع كل ما خفت فرصة أنو انتو تغلطوا فيها بالامتحان هاي كتير مهمة الأستيرفيكاسيون دايما دايما تمرق بالامتحان ودايما بكنتم تتبهوا ريكسون هي ريكسون ليميتش وتكتبوا على الفلاج كيف طريقة انتو تكتبوها بالفيديو اللي جاي رح احكي كيف أنا بسميه له هاي دا الأستير احنا دجا اخدنا كيف منسمي الألكول رح سمي معكم سوا الأستير هلأ بالنسبة للأسيد كاربوكسيليك رح ننزل كمان أنا فيديو كيف بسمي الأسيد كاربوكسيليك بس أنا لاشي أنا صبقت على موضوع الأستير لأن هاي دا كيف أنا بسمي الأستير أو كيف بصنع الأستير داخل بدرس الألكول وداخل بدرس الأسيد كاربوكسيليك فكرمال هيك أنا رح نزله اللي هو دجا بالمدرسة ياخد الأسيد كاربوكسيليك رح يعرف كيف يسمي الأستير سوا واللي بعد ما وصل للأسيد كاربوكسيليك أنا رح نزل لكم فيديو قريبا كيف أنا بسمي الأسيد كاربوكسيليك كرمال تتوضح هنكون كاربوكسيليك بس لانه كمان هي داخل درس الالكول فا او دجان احنا صرنا نعرف نكتب الرياكسون براح لكم كيف نحنا بنسميها